فهي توا هذي هم الشباب واضحين ناس الجنوب الطيبة الحلوين يا لكن نقول لكم رأوا تسكير النفط نادوا موسى الكوني يا اخواني انتم يا اهالي جنوب روانية توا المجلس الرئاسي عندكم فيه موسى الكوني موسى الكوني قاعد يعين في السفراء ويعين في كذا هو عبدالله الله فيه محمد شن اسمه محمد المنفي ومن بلد البلد يوم في اسبانيا يوم في البرتغال يوم منيش عارف وين شن يده وين موسى الكوني شلي قدمه للجنوب ندوه قوله انت يا موسى الكوني من 2011 وانت في المجلس الانتقالي بعدها في الرئاسي انت كرسي الجنوب ديما مقعمص فيه ما الذي قدمته للجنوب انا موسى الكوني على الصعيد الشخصي راوه من 2011 عمر اماريت والله اماريته تكلمتنا اياه ممكن مرة بعدها لكن والله لكن تعال اهني هذا ليه ليه يعني اني من قرشي الحق لو كان تعال اهني يا موسى الكوني انت دي مواقع كرسي الجنوب ما الذي قدمته الجنوب اعطيني الليسته شن من المستشفى شن درت له الطريق شن درت لها حقوق الناس قروض بليه ازرق شن اي درته وهالوزراء اللي قاعدين شن اسمها داك الشنابو بتاع الحج احمد حمزة ولا شن اسمها حتى هو تعال اهني اعطيني شن درت فلان تعال اهني انت من الجنوب انت خديد كرسي الجنوب في كده انت كده انت كده المؤتمر الوطني المجلس الانتقالي شن اسمها دياولو هذا الاستشاري شن اسمها الله يا العظيم المجلس الدولة الاستشاري تعال اهني مجلس النواب هكي يا شباب وباري اه اللي اعطي صامح احني معاش بالروح انا قاعدين اهني ومعاش فيه لين يجونا هديم كلهم ديروا فيهم ليستة كلهم اللي استلموا الماكن على الجنوب تعالوا اهني خلينا نحاكموكم كل واحد يقولنا شن درنا الجنوب وبعدين قولوا لا روح انت يا دولة هذا ما يمتلش جنوب ولا تعال شروطنا واحد اثنين ثلاثة وما يطبقهاش قصوا لراسة ولا دكوه في الحبس ولا دبروا روزكم اما جيد تقول احنا هنا نبدأ جراد تسكير النفذ هذا كلام غير عاقل وغير ناضج ويضحكوا عليكم وراوا بيسيقولكم اكتر من اي شي والليبيين لن ينسوا ابراهيم جدران توى الليبيين قاعدوا يلعنوا فيه ليل نهار واقرب الناس ليه وبرقى حكومة برقى وكذا كلها تسيب فيها شفتوا واو كلهم اللي سكروا النفط ولامس شفتوا سكروا مع باشاغة وفتحوا مع بنقدارة ما يدخلكمش في هالدوامة وما يضحكوش عليكم والله اني لكم ناصي حنامين وهذا كلام العقل والمنطق اما انتم ناس اخد التماكن باسم الجنوب وبعدين كذا جيبوها حاكموها ما بوش يجيوا ديري اعتصام اضراب جوع كذا اللي اني يجوكم واحني معاكم واني واعتبروني القناة هادي وبين السطور هو صوتكم للإعلام تكلموني غدوة دغوة تخشوا معاي مدخلة ونكون متابعين لكم لحظة بلحظة هاي تبوش بعدكي لحول ولا قوة إلا بالله